اختراق كبير امر مشجع تعديل لافت في الموقف هكذا وصف مسؤول امريكي رفيع رد حماس على احدث مقترح لوقف اطلاق النار في غزة بعد رد الحركة سارع المسؤول الامريكي الى اعلان استئنافي المفاوضات بشأن غزة بين جميع الاطراف في الدوحة بمنظور المسؤول الامريكي تتركز الانفراجة في نقطة خلاف الرئيسية في المفاوضات لكنه شدد ايضا على الحاجة الى الانتهاء من تفاصيل عدة تطور يعكسه ايضا قبول نتنياهو بارسال وفد برئاسة رئيس المساد لبحث جديد مقترحات الصفقة اشارة اخرى لجدية الجهود اتصال الرئيس الامريكي برئيس الوزراء الاسرائيلي لبحث مستجدات الصفقة في حين اعلن البيت الابيض ان بايدن ونتنياهو نقشا الجهود الجارية لوضع اللمسات الاخيرة على اتفاق التبادل رغم هذا استبق نتنياهو الامور فحدد صقفا لوفده وان كان عالي المستوى هذه المرة وهو انه سيفاوضه على اساس ان الحرب لن تنتهي الا بتحقيق اهدافها على خد تعبيره نتنياهو شدد كذلك على بقاء جيشه في محور فلادلفيا على المدى البعيد وهي مواقف تثير تساؤلات بشأن قدرة واشنطن على الزام نتنياهو بقبول الصفقة المنشودة حماس في المقابل طالبت في ردها بحسب المصادر بضمانات مكتوبة من الوسطاء بخصوص انهاء الحرب ولو جرى ذلك في مرحلة تالية كما تؤكد الحركة على انسحاب الجيش من جميع مناطق القطاع بما يشمل محورين تساريم وفلادلفيا مع ذلك تشير مصادر بالبفد الاسرائيلي الى ان الصفقة المطروحة واقعية ببنود صعبة لكن لا يمكن عرقلتها تطورات دراماتيكية يصاحبها ترقب حذر خاصة ان الجهود الحالية تأتي بعد جولات كثيرة من المفاوضات لم تنجح في احداث اختراق والسبب رفض نتنياهو انهاء الحرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة